بينما دخلت حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة شهرها العاشر تستغل حكومة بن يمين نتنياهو هذه الحرب كي تنفذ في الضفة الغربية المحتلة خطوة فخطوة مخططا صهيونيا بل وره وزير المالية بيتسلائيل سموتريتش التطهير العرقي للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية ينفذ وفقاً لالتزام بن يمين نتنياهو لسموتريتش في اتفاق الائتلاف الذي ركز على نقل كل السلطة الحكومية تقريباً في الضفة الغربية باستثناء تلك المتعلقة بالأمن من الجيش إلى الجهاز الذي يرأسه سموتريتش خطوة تحمل معها تداعيات قانونية إذ إنه تغيير جذري في بنية النظام في الأراضي المحتلة وهي أرض يديرها حاكم عسكري الذي يأمره القانون الدولي بالاهتمام بصالح من احتلهم حيث ينظم القانون الدولي الاحتلال كإدارة مؤقتة للأراضي من قبل المحتل ويحذر تماماً الضم من جانب واحد كما سيكون لهذا الانقلاب في السلطة لدى الاحتلال أثار كارثية على فلسطينيين ضفة الغربية إذ إن القيود الهشة التي فرضها جيش الاحتلال بطريقة أو بأخرى على نزع الملكية والمس بالفلسطينيين سترفع الآن فجماعة المنظمات اليمينية المتطرفة الذين عينهم سموتريتش في جميع المناصب ذات الصلة بالإدارة المدنية الجديدة للضفة الغربية وبخاصة في مناصب المستشارين القانونيين سيزيلون القيود القليلة وسوف تتصاعد هجمات المستوطنين على القرى الفلسطينية وسيتم بناء مستوطنات جديدة بوتيرة لم نشهدها من قبل كما سيحصل المستوطنون على مزيد من المخصصات لعشرات الآلاف من الدنمات لبناء المزارع وسيتم هدم المباني الفلسطينية من دون تصريح بوتيرات مذهلة في حين سيتم إطفاء الشرعية على بناء المستوطنين غير القانوني هي محاولة جديدة للتطهير العرقي في أوضح صوره تحصل وفق منهجية وخطة عمل جهنمية محمد بزي الميادين